شروط وتفاصيل الحصول على قرض بضمان العقار من البنك الاهلي اهلا بكم ادعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك يحلم الكثيرين باجراء مشاريع او لفاء بمسلزمات معينة وضيق الحال يدفعهم احيانا الى الاقتراض وهو ما يجد به بعض الصعوبة في كثير من الاحيان نظرا للشروط التي يضعها البنوك للاقتراض خاصة بالنسبة لغير الموظف وهو ما وضع البنك الاهلي حلا له حيث اتاح لعملاءه الحصول على قرض بضمان العقار الذي يسكن به ويقدم البنك الاهلي قرض بضمان العقار لجذب اكبر شريحة من العملاء الجدد بشروط ميسرة وفوائد الاقصاد خلال فترة زمانية محددة ومن ضمن مميزات هذا القرض سرعة الحصول العميل عليه فلا يستغرق وقت طويل حتى صرف مبلغ القرض وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ابرز تفاصيل وشروط الحصول على القرض بضمان العقار في 2021 مميزات القرض يطوح لصاحبه ميزة التأمين على الحياة خلال فترة الاقتراض سرعة الحصول عليه بعد ايام من التجديم للحصول على القرض شروط الحصول على قرض بضمان العقار من البنك الاهلي المصري يجب ان لا يقل عمر المقترد عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة بنهاية التمويل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط ان تكون سارية احضار ايصال مرافق حديث لم يمضي على تاريخ استخراجه ثلاث شهور احضار مستندات ملكية العقار او عقد الايجار وسورة البطاقة الضربية تكون سارية ومستخرج رسمي من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة وكشف حساب بنكي شخصي او للنشاط عن اخر عام الحد الادنى للبدء في النشاط الذي يدفع للحصول على القرض 3 سنين لعملاء البنك الاهلي لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الاقل او 5 سنوات لغير عملاء البنك الاهلي ان عجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الان الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك